من هو الحريص على إبقاء المواطن السوري خارج الحالة السورية؟ يعني أنا حين أتكلم عن أجهزة خفية لا أتكلم عن ماسونية أتكلم عن سياسة دولية تشبه عصابات المافيا إذا أردنا تفصيلا حول هذه النقطة الذي أقنع أوباما بالإبقاء على بشار الكيماوي هو بن يامين نتنياهو إسرائيل وجدت في حافظ الأسد المقبور في القرضاحة وفي ابن بشار حماية كافية لحدودها عن طريق الجولان وبالفعل خلال أكثر من قرابة نصف قرن لم يطلقوا رصاصة واحدة وبقي الإسرائيل محمية حين أوشك الأسد على السقوط في 2012 وتحديدا في بداية 2013 بن يامين نتنياهو هو الذي أقنع أوباما بأن الأسد يجب أن يبقى وكان هناك علاوين في معظم الصحف العالمية بأن إسرائيل تؤيد هذا التوجه أوباما التقط الفكرة من نتنياهو بدأ حواره مع إيران حول الاتفاق النووي وكانت سورة الشعب السوري دماء السوريين هي التي كانت سمن هذا الاتفاق النووي بين أوباما وبين ملالي إيران جاء ترامب ألغى هذا الاتفاق لكن أنظر حولك الآن هناك محاولات دولية حثيثة من بايدن الذي هو نائب أوباما وتلميزه ومن قبل الملالي الآن عود الجواد الضريف إلى الواجهة في إيران تظهر لك أن هذا الاتفاق كانت جزء من صياغة العصابات المافيوية الدولية لكي تبقي السوريين خارج منطقة الانتصار للسورة التي قاموا بها كل ما فعلوه بعد القصف الكيماوي أنهم أخذوا الأسلحة الكيماوية أو بعضها لأن النظام أخفل كثير منها وأبقوا البجرم الذي أطلقها على مدنيين وعلى أطفال نعم نعم يعني 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 دكتور جميل جدا هذا الحالة السردية طيب دكتور أنا يعني أنت أجبرتني روح لأتجاه آخر بهذا الحوار أنت موجود بلندن يعني وبتصور يعني عندك اطلاع كتير كبير على السياسة الغربية يعني يعني وكل يوم أوروبا والأمريكا بتشدقوا بيقولوا لنا حقوق الإنسان وحقوق الأقلية وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا ليش هذه الحقوق كلها تنهارت أمام حقوق الشعب السوري هي لم تنهار حقوق الشعب السوري وحده لكن هذا المناخ الدولي يعني صار سؤالك دقيق فالأدق سؤال حقوق الجغرافية الموجودة بهذه المنطقة صراحة نعم سوريا بدءا من العراق وصولا يعني صراحة العراق اليمن سوريا المنطقة العربية بالكامل استهداف عقيدة بعينها استهداف شعب بعينه دائما يحاولون الإيحاء لك بأنه سوريا تأخر حل مشاكلها لأنها معقدة إثنيا وفيها أقليات وفيها ما إلى ذلك من مسائل تعيق تقدم الحل السوري لكن القضية السورية كانت في غاية البساطة وهم الذين عقدوها أنت كنت أمام شعب حر قال أنا بعد اليوم بعد نصف قرن لن أكون تحت نظام استبدادي أريد أن أشارك بالحياة السياسية أريد القرار السياسي وهبى بهذه السورة التي كانت فعلا سورة كاشفة ويتيمة وفريدة في التاريخ يعني لم يكن أحد يصدق أن الشعب السوري سيسور بعد نصف قرن من 8 آزار حتى نهاية حكم المقبول في القرضاحة لكنه ثار الآن الحديث عن حقوق الإنسان في الدول الغربية أحيانا بعض الدول هذه الحقوق تخص شعبها في الداخل هي في الخارج مجرد شعارات أنا الآن معني بحقوق الإنسان لحقوق الإنسان في البلاد التي فيها قوانين لكن ماذا تستطيع شرعة حقوق الإنسان أن تفعل في بلاد ليس فيها قوانين ومعظم البلاد العربية القانون فيها مغيب أو مزيف أو مضلل أو القضاء مشترى أو كطبقة خاصة بالشعب وطبقة خاصة بالسياسية إذا حاولت أن تحلل أبجدية الاستبداد الأسدي في سوريا ستجدها في طريقين أولا أنه لم يترك الوظائف الأساسية إلا في يد طائفة معينة في الجيش لم يترك الوظائف الإدارية إلا للبعثيين والأعضاء من حزب البعث فيما يتعلق بالطوائف الأخرى بقية هل إبقاءه على هذه الوظائف بناء على توصية دولية ما ولا بناء على اجتهاز شخصي منه دكتور حدين كيف يرى؟ المستبد في أي بلد ينظر إلى مصالحه أولا إذا كانت المصالح الدولية تلتقي مع مصالحه فكل ما يقوم به هو سهل لكن أنت قلت أن المجتمع الدولي لم يريد الحرية لهذا الشعب وبالتالي أن بشار الأسد هو جزء من معادلة دولية ما بناء على الجغرافيا التي تفضلت فيها في مطلح حديثك أنا حتى أكون دقيق بهذه النقطة بالذات قلت تحديدا أن نتنياهو هو الذي أقلع أوباما بالحفاظ على النظام السوري الحالي لأنه جيد لإسرائيل ويحمي حدودها وإذا أتى نظام غيره لا يعرفون كيف يكون هذا النظام إذا حبيت تحطه بالتعبير الشعبي امسك مجنونك حتى لا يجيك أجن منه فمشيت الأمور بهذا الاتجاه لكن الذي حصل لاحقا الآن القضية السورية صار فيها 87 ميليشيا صار فيها مرتزقة صار فيها تدخل روسي والتدخل الروسي أيضا تم بضوء أخضر من أوباما هو الذي طلب من بوتين أن يتدخل في أواخر 2015 في سبتمبر 2015 إذن إيران كانت موجودة من اللحظة الأولى هي وميليشياتها حزب الله الحرس السوري ثم زينبيون ونجباء وحشد وكل هذه الأشياء هذا الذي عقد المشهد السوري وجعل الصراعات الإقليمية كلها تنتقل إلى الداخل السوري بعد أن كانت على حدود سوريا هذه هي لعنة الجغرافيا الجغرافيا قد تضعك كدولة كبلد في موقع مهم لكن هذا الصراع على سوريا لم يأتي مع السورة السورية هذا الصراع موجود من أيام حلف بغداد من أيام الخمسينات والستينات دائما الجهات الدولية حاولت أن تسيطر على هذه المنطقة عبر أحلاف أحدها كان حلف بغداد والآن هناك أحلاف كثيرة بعضها بأسماء وبعضها سري لا ندري عنه شيئا نعم نعم